أنا أكيد أجزم بأن لا حرب في لبنان والمنطقة المائة ألف مقاتل على الأقل فيهون عشرين ألف استشهادي حزب الله يملك كمية كبيرة من الصواريخ الدقيقة في لحظة واحدة ربما مائة هدف إسرائيلي أساسي ولديه مائة ألف مقاتل جاهزين ليكونوا بتصرفه في أي معركة وهم اقتربوا من الحدود الموجة الأولى من الهجوم على فلسطين قد تصل إلى حيفا ثلاثة ملايين مقاتل بأغلبهم استشهاديين جميعا بينبسطوا أن يموتوا سنة والشيعة هم في نفس المعركة هزيمة المقاومة في فلسطين ممنوعة إذا لم يستطع الإسرائيلي أن يفعل ذلك فهذا انتصار لحماس إذا حصل اقتلاح حماس من غزة الآتي متطرف أكثر اليوم إذا نزل محمد بن سلمان تحت السقف سقط نزل غيره تحت السقف سقط أهلا وسهلا فيك رئيس حزب التوحيد العربي ويأموها بعبر لبنانون تقول مؤخرا أستاذ ويأم أنو أربعة أشخاص فقط يعرفون ماذا سيحصل بزول كل هذه التغيرات التي عم تصير في المنطقة من هني هون الأربعة أشخاص أربعة أشخاص الذين يعرفون ماذا سيحصل بايدن نتنياهو الإمام الخامن السيد حسن نصر الله والباقي كلنا عم نعبع هو يعني ما عم نعملش تاني يعني عم نحكي آراء تحليل ما حدا عنده معلومات بكل صراحة بقلك يعني فأي حدا بيدعي أنه عنده معلومات يكون كذاب يعني ماشي عم يشتغل تأجيب لكم مشاهد زيادة بس ما حدا عنده معلومات يعني نحنا عم نحلل عم نحلل خيره الله يوم السؤال مشروع عند اللبنانيين إذا في حرب ولا لا أنا رأيي ما في حرب بلبنان والمنطقة أنا كاد أجزهم أكاد أجزهم إلا إذا حصل شيء من خارج السياق عملية كبيرة من خارج السياق من الإسرائيلي أو منها سأتى أكيد ولكن أنا أكاد أجزهم بأن لا حرب في لبنان والمنطقة ولها أسباب هذه المسألة أولاً أولاً نعم إذا أبداً فنده أولاً الإسرائيلي يعرف بأن المشكلة مع حزب الله مختلفة عن المشكلة في غزة أولاً حزب الله يملك حوالي 100 ألف مقاتل المائة ألف مقاتل على الأقل فيهون 20 ألف استشهادة هذا الشغل الأمر الآخر حزب الله يملك كمية كبيرة من الصواريخ الدقيقة التي القادرة على تدمير في لحظة واحدة ربما 100 هدف إسرائيلي أساسي وليست مسألة مختلفة الصواريخ التي لدى حزب الله عن الصواريخ التي لدى حماس حماس حزب الله خاض مناورات كبيرة مع الإسرائيلي خاض عملية تضليل كبيرة مكنته من إيصال الصواريخ إلى لبنان وحتى من تصنيع الصواريخ في لبنان ولدي كمية كبيرة من الصواريخ الدقيقة التي لا تخطئ بأكثر حسب ما يقول لي يعني أنا خبراء الحزب أو مسؤولي الحزب تخطئ بخمس أمطار أو عشرة أمطار أو هكذا قال لي السيد يعني في آخر لقاء معه فإذن حزب الله لدي مئة ألف مقاتل ولديه مئة ألف مقاتل جاهزين ليكونوا بتصرفه في أي معركة وهم اقتربوا من الحدود هناك عشرات ألاف المقاتلين إن كان منها الأفغان أو الباكستانيين أو الزينبيين أو العراقيين الحشد الشعبي الحوثيين أصبحوا جاهزين خلال يعني فترة قصيرة يستطيعون أن يكونوا في قلب المعركة وهؤلاء يعني بأغلب استشهاديين هل يستطيع الإسرائيل لتحمل؟ أنا لا أعتقد لا لأن الموجة الأولى من الهجوم على فلسطين قد تصل إلى حيفا يعني ليست المسألة مسألة ألعيب يعني ليست فقط الجليل قادر أن تتجاوز الجليل أنت وعندما تصبح المعركة في القرى في الداخل أول شيء الطيران صعب استعمال أي أسلحة يعني كبيرة أو مثلا ما بعرف هذا النووي المحلي الموضعي مثلا فيه استحالي يعني فيه تدخل كتير الأمر الآخر أو الأمور الأخرى التي تمنع الحرب في المنطقة أن إيران مستعدة لليوم القيامة بشكل كبير إيران تسمي هذه المعركة يوم القيامة وهي مستعدة لها أول شيء الأميركي لا يملك جيوش كالجيوش الإيراني الجيوش الإيرانية يعني الإيراني قادر على أن يحشد في المرحلة الأولى ثلاثة ملايين مقاتل ثلاثة ملايين مقاتل بأغلبهم استشهاديين جميعا بينبسطوا أنه يموتوا بيعتبر أنه هو عبيموت هو رايع على حياة أفضل منين بتجيب هذه العقيدة للأميركي منين بتجيبها للجيوش الحليفة للأميركي إيران تملك أكبر جيش في العالم بهذا المستوى أكبر جيش عقائدي في العالم يعني أنت لا يستطيع أحد أن يحشد جيش عقائدي لا روسيا ولا الصين ولا أمريكا ولا أوروبا يستطيعون أن يحشدوا جيش عقائدي بهذا الحجب تركيا لديها جيش جدي ولكن ليس جيش عقائدي كالجيش الإيراني عندما تطرح إيران الشعارات الدينية التي يمكن أن تطرحها قد يتحول كذلك هذا 3 ملايين قد يتحول إلى 6 ملايين أو 7 أو 8 ملايين فلذلك أمريكا إذا تجرأت أو إسرائيل على المبادرة تجاه إيران يعني بأن أمريكا دخلت في أوكرانيا جديدة ستدمر هيمنتها أول شيء ستخرجها من المنطقة بشكل كامل ستخرجها من المنطقة ستضرب كل القواعد الأمريكية هذا تحليل أنا أقول الآن هذا تحليل لست أنا من أملك القرار ولكن ستضرب كل القواعد الأمريكية في المنطقة وإيران قادرة على توجيه ضربات في العمق الأمريكي أنت لا تنسى أن لدى إيران أذرع ولدى إيران خلايا ولدى إيران عندما تصبح المعركة معركة حياة أو موت الإيراني قادر على زعزعت كل استقرار العالم فلذلك هذا التهويل الأمريكي والتهويل الإسرائيلي مدمرة من هون لا تحسم المدمرات المعركة لو كانت تحسم المدمرات والطيران المعركة لكانت روسيا حسمت المعركة في أوكرانيا وتبين بأنه هذه المدمرات أو هذا أو الطيران بطل قادر على حسم المعركة هذه تحسم المعركة مع أنظمة خائفة على نفسها الأنظمة الخائفة على نفسها الطيران يخيفها يعني تضرب المقرات الرسمية تضرب المطارات ولكن الإيران لديها قوة لديها عسكر شعبي مثل ما قلت يعني أنه جيش عقائدي طبعا جيش عقائدي والآن تغيرت المعركة بين المسلم والإسرائيلي عندما تم تأسيس الكيان كانت إسرائيل تملك العقيدة الإسرائيلي كان يملك العقيدة أتى بعقيدة دينية إلى المنطقة قاتلة بعقيدة دينية هذا الجيل الأول هذا الجيل اختلف هذا الجيل تليفون اليوم وجيل واتس أب وجيل تويتر وجيل توك توك وما بعرف شو اليوم تغيرت الأدوار اليوم المسلم هو العقائدي والآن لا تنسى أنت أن السنة والشيعة هم في نفس المعركة الآن تغيرت الآن انتهت كل نتائج حرب العراق وهذا الذي تصرفه إن كان هذا مقترس صدر أو بعض التافهين في العراق الذين أثاروا كذلك هذا النزاع تغيرت المسألة الآن السني والشيعي في نفس المعركة كل نتائج حرب العراق سقطت يعني عشرين عام من محاولة افتعال الأمريكيين وغيرهم لهذا النزاع السني الشيعي الآن انتهى وحدت فلسطين السنة والشيعة وحدت فلسطين السنة والشيعة أصبحوا قوة لا يمكن كسرها ولا يمكن كسرها والآن سقطت كل هذه النظريات إيران والمجوس والفرس وكذا تعووا خي إيران تدعم المقاومة هاي اللي عبتعملوا وإيران تحمل المقاومة شرفوا عملوا مثل إيران انتم بقاش أكاذيب خلصنا وصلنا لساعة الحقيقة تبين بأنه النظام الرسمي العربي كله نظام تافي كله نظام عيش على الأكاذيب كله نظام لا يريد دعم فلسطين والإيران يبين لا عنده الجرأة أن يقول أنا إلى جانب المقاومة ولن يستطيع أحد على استهدافه نتيجة دعمه للمقاومة حكيت أستاذ ويأم عن السن والشيعي يوم الموقف المسيحي ليش غائب عن هذه القضية ومعقل الديانة المسيحية هو في فلسطين ما بعرف يعني ما بعرف أنا بستغرب أن يكون في موقف من الكنيسة بلوبنان أنا بستغرب أن يكون الموقف المسيحي غائب وأصلا هو تراكم غياب تراكم غياب وليس غياب فقط عن هذا الموقف تراكم غياب وهذا تراكم الغياب سيؤدي بالأخير إلى نتائج من منيحة يعني على كل الوضع المسيحي المسيحي اليوم بدي خبرك شربي اليوم معركة مصيرية اليوم يجب أن تقف في المكان الصحيح وهذا ما قلته بالأمس حتى خطبت الدروز أنا في فلسطين يجب أن تكونوا في المكان الصحيح وإلا التاريخ سيلعن كل الناس هذا تاريخ ما بيرحم ومبارح كنت بجبل الشيخ وكنت عندي خطاب ونفس الحكي قلته لا ناسنا إذا ما كنا بالجانب الصح من التاريخ إلى جانب فلسطين إلى جانب الشعب الفلسطيني هذه معركة نتائجة معروفة قد تطول يملك الإسرائيل التقنيات تدعمه أمريكا يدعمه الغرب بس ما حدا رح يجي قاتل عنه بالأخير تبعث له حملة طائرات أمريكا طيب أوكي ولكن قادر الأمريكي يتحمل ينيزي الجيوش بالمنطقة وأن تدمر هذه الجيوش اليوم اليوم الأمريكي قد لا يتحمل عشرات جثة وليس المئات أو الألاف فخلص يعني كمان بالعقيدة الأمريكية كمان صايرة الحروب في الخارج أصبحت لا تجد تأييد في الحزبين في أمريكا أكان الديمقراطي أو الجمهوري وخاصة في الحزب الديمقراطي في موجي كبيري ضد هذا الموضوع أنت تعرف في جزء يفساري أساسي بالحزب الديمقراطي لذلك اليوم أي حدا بيوقف على الجانب الخاطئ في التاريخ المسيحي ببنان مدرك لهذه المعادلة المعادلة مبعلك ما في أحكي عنه أنا أتمنى أن يكون في الجانب الصح لأنه المسيحي بالنسبة إلنا نحن حليف طبيعي ونحن نستمد قوتنا من بعضنا ولكن أصبحنا تفصيل في كل المعادلة أصبحنا تفصيل الآن يجب أن تعرف أن الآن في الجنوب السن والشيعي يخضون المعركة وهذا تطور مهم يحكى كثير اليوم عن غزو غزة البري ما ممكن يكون مؤشر لأنه قذب الله يوسع إذا بدك إطار عمليته على الحدود الجنوبية لا تخفيف الضغط ما أعرفه أن هزيمة المقاومة في فلسطين ممنوعة المقاومة في فلسطين استعدت جيدا للمعركة كانت تعرف أبعاد ما سيحصل الآن الهزيمة ممنوعة كيف يخذ أشكال هذا الأمر لا أعرف ولكن أعتقد بأنه كل المنطقة الآن في خطر اليوم هناك دول فعلية الأردن في خطر اليوم الملك الأردني مرتعد بشكل كبير والأردن في خطر نحن نتمنى أن تتم حماية الأردن أكيد والأردن دولي أساسي في الاستقرار في المنطقة ولكن جزء من المشروع الإسرائيلي اليوم تهجير جزء من الضفة أو غزة إلى الأردن ومصر الأردن الخاصرة الضعيفة مصر يبدو بأن الأمر غير وارد يعني غير وارد بعد الموقف المصري الرافض أصبحت هناك صعوبة يعني أن تكون مصر هي الضحية أصلا ومصر يعني موقعة وحجمة ولكن الأردن الأردن في خطر كبير الأردن في خطر كبير بعض بيروح بالهاد من خوف إلى إنهاء الملكية في الأردن لا أحد يعرف ما هي النتائج ولكن الأردن لا شك في عين الخطر والملك واضح خوفه من هذا الموضوع ونحن ما نتمنى أن يحمي الله الأردن يعني من هذا الخطر ولكن هذا المشروع الإسرائيلي الأساسي اللي هو ترانسفير على الأردن بالأخير اليوم ما بقى فيه إمكانية لحل دولتين هو إذا العالم بده ينقذ إسرائيل يجب أن يدخل في حل الدولتين بشكل جدي ولكن اليوم كيف تصل إلى حل الدولتين أنت أمام يمين صاعد في إسرائيل يمين على يمين نتنياهو وهذا مشروع تهجير الضف وليس إقامة دولة فلسطينية في الضف بيكفي اليوم أستاذ ويقام على الصمود في غزة يتحقيق النصر مجرد أن لا تنتهي حماس هو نصر الآن وضع التحدي الإسرائيلي اقتلاح حماس من جذورها وتسليم غزة للسلطة الفلسطينية إذا لم يستطع الإسرائيلي أن يفعل ذلك فهذا انتصار لحماس لأن حماس تعتبر بأنها حققت حققت ضربة تاريخية لإسرائيل وهذا أمر حقيقي وهذه الضربة ضربة وجودية لإسرائيل التي حصلت من قبل حماس وحماس الآن أصبحت أساسية ليس في الشارع الفلسطيني بل في الشارع العربي وفي الشارع الإسلامي كله لذلك حماس أي خروج لحماس من المعركة دون أن يتمكن الإسرائيلي من اقتلاعها من غزة فهذا ربح لحماس ولكن حتى إذا حصل اقتلاح حماس من غزة الآتي متطرف أكثر لأنه لماذا هذا حصل؟ حصل نتيجة حصار غزة، تجويع غزة، عدم إيجاد فرص عمل في غزة، عدم السماح لأبناء غزة بالعمل، التحكم بالماء والكهرباء في غزة، حصار له 18 سنة بالأخير أو 16 سنة يمكن، 18 يمكن على غزة واليوم لم ينتهي الأمر داخل فلسطين، الآن لم تتحرك المدن الكبرى في فلسطين، طول كارم، نابلوس، الخليل، هذه التجمعات الكبرى لم تتحرك حتى الآن، وأنا أعتقد بأنها في لحظة معينة ستتحرك هل من المبيلغة اليوم نقول لأستاذ ويام أنه في المشهد إما تبقى حماس وإما تبقى إسرائيل؟ صحيح، صحيح هذا الأمر، إذا بقيت حماس، إسرائيل على طريق الزوال خلال السنوات المقبلة، وإذا تمكنوا من إنهاء حماس، المسألة تؤجل سنوات بسيطة لأن لا يمكن اقتلاع الشعب الفلسطين، وبالأخير هذا الشعب سيولد حركات متطرفة أكثر من حماس، نتيجة التصرف الإسرائيلي، اليوم الإسرائيل تذهب باتجاه اليمين، وحتما فلسطين تذهب باتجاه المقاومة أكثر نتنياهو كان على الحدود مع لبنان من كم يوم، ومثل العادة تهديدات على طالع وعنازل، إذا اليوم يعني خطورة الوضع مع حزب الله في حال انضلعت الحرب، لماذا بعد يوم يطلع بهذا السقف العالي في التهديدات؟ طبعاً مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، ولكن هو بيعرف يعني أكثر واحد بيعرف قدرات الحزب هو الإسرائيلي، أكثر واحد بيعرف قدرات الحزب هو الإسرائيلي، بالتفصيل التفصيل، فلذلك الإسرائيلي حذر لو ما بيعرف القدرات كان فتح الحرب، وبالعكس كان يمكن قدر حقق لأنه بالأخير طيران وقصف مواقع وقصف أهداف وقادر على استعراض قوة في الجو ولكن هو بيعرف القدرة لدى حزب الله الرئيس الأمريكي بعد زيارته للمنطقة نفى أنه الأمريكان راح يتدخلوا في حال دخل حزب الله إلى الحرب هل هو كان تحول سريع بالموقف الأمريكي بعد الرسالة اللي وصلها حزب الله عن طريقها شنصة في الدين أعتقد تضامن خلال الأيام الأولى ولكن بلغ الإيرانيين رسائل قاسي وهم بلغوا رسائل قاسي وأبلغوا بأنهم جاهزون للحرب إذا أراد الحرب وهو لا يريد توسيع الحرب وأبلغوا بأنهم قادرين على المواجهة وقادرين على ضرب كثير من المصالح الأمريكية بايدن ما نبهجه بايدن بالأخير أول شيء ما كان منيحه نتنياهو وهو كان معطرد على كثير من السياسات الإسرائيلية داخل فلسطين وبموضوع الاستيطان الآن هل تنصح الإدارة الأمريكية بايدن بأخذ الإسرائيلي إلى مكان آخر لحمايته؟ أنا أعتقد إذا فعلت ذلك تكون فعلا تحقق المصلحة الإسرائيلية لأنه اليوم إذا بدوا لأمريكية مصلحة الإسرائيلية لازم ياخدوا باتجاه حل الدولتين اليوم خلاص ما عد فيه إمكانية حدا ينزل تحت هذا الموضوع اليوم إذا نزل محمد بن سلمان تحتها السقف سقط نزل غيره تحتها السقف سقط نزل السيسي تحتها السقف سقط ما حدا فيه بقى ينزل تحت سقف حل الدولتين ما فيه إمكانية خلاص حل الدولتين هو أقل شي مطلوب عربيا وإسلاميا وفلسطينيا واي حدا ينزل تحته بيسقط من مكان من التحليلات اللي قرأناها أنه قد تترك أمريكا الكيان الإسرائيلي أنه يدخل بغزو بر إلى داخل غزة لحتى أن تجبر الكيان الإسرائيلي أنه يروح على تسوي احتمال كبير ممكن يكون هايك ولكن أنه راح يتعرض لضرب كتير كبيرة حماس يقولون بأنهم حضروا ضربة كبيرة للإسرائيلي إذا دخل ولديهم آلاف الشباب المستعدين للاستشهاد من أجل يعني إفشال الدخول البري والتجربة مع هذه القوة يعني خير برهان على أنها قادرة على المواجهة فلذلك أعتقد أنا يعني أي دخول الإسرائيلي يتأنف دخول بره ليس فقط كما لا يعطي حجي ليس فقط للتدمير هو يعرف بأن هذا التدمير للأبنية والمجمعات ولكذا لن يؤثر على المقاومة تحت الأرض بالأخير في الأخير المقاومة أعدت له العدة لمواجهته عندما يدخل في البر وهي ربما تنتظره لأنها تنتظر هذه الساعات التي يدخل فيها في البر لإظهار قدراتها المسألة هاي معركة ما حدا فيه تكهن عرفنا كيف بلشي وتفاجأنا كيف بلشي ما حدا رح يعرف منا كيف تنتهي حتى أصحاب المعركة ما بيعرفوا كيف بنتهي ولكن اليوم بعض بينتقد أنه أين توازن الرعب شو هو هالتوازن الرعب اللي بيخلي يكون فيه على كرابة يعني 6,000 شهيد في غزة والأبنية والبناء التحتية كلها مدمرة والحصارة عم يزيد أكتر وأكتر فيه توازن رعب بالقتال ولكن ليس بقتل المدنيين إسرائيل قادرة أكتر على القتل على التجزير على الدبح على استهداف المدنيين انت بتعرف ما كل الأحصاءات اللي بتقول الأحصاءات الدولية اللي بتقول أنه قد داي فيهم أطفال هذي تقريبا صحيح حوالي تقريبا النص تقريبا النص أطفال وفيهم نساء يعني ما فيهم مقاتلين اللي عمالي بيستشهدوا وأصلا المقاتلين يعني كثير يعني كل الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي كل المحاولات قتلوا يعني قادي سياسيين ربما أو أعضاء مكتب سياسي أو ما إلى ذلك ولكن المقاتلين الجديين بعد ما حدا قدروا وصلوا صحيح أنه في مقادرة حماس موجودين في لبنان اليوم لحظة ما يتعرضوا لعملية قتل منا يعني منا منا نختفي على أحد أنه كانوا موجودين هوني وموجودين ببعض الدول العربية يعني ولكن منا نخبئي يعني كمة القاهرة ليش فشلت؟ فشلت لأنه ما في موقف عربي جدي لأنه لو في موقف عربي جدي كانوا قدروا فرضوا على الآخرين تعديل بالمواقف ما في موقف عربي جدي الموقف الجدي العربي هزيل هزيل ولذلك الشارع العربي الآن ما عد يقتنع لا بالموضوع السني الشيعي ولا بالموضوع العربي الإيراني وتبين ما هو بأن كل الحملة التي شنت في السابق على الموقف الإيراني وكل الحملة التي شنت لإحداث هذا الصراع السني الشيعي كان هدفها بالأخير إراحة إسرائيل والسماح لهذه الأنظمة بالذهاب للتطبيع دون خجل نكشف بالأخير الموقف يعني حتى القطري ما قدر تحمل هذا الموقف شو يالي اليوم بيخلي الأمور تروح إلى تسويه؟ شو أول الخيط؟ الأرض ماشي السمود على الأرض هذا السمود على الأرض التهديد بتوسيع الجبهات التهديد بتوسيع نطاق الحرب التوزديد بتوسيع المنطقة لتصبح رمال متحركة تحت أقدام الأمريكيين هذا الذي يمنع الحرب بالعودة إلى الداخل لبنانية الحكومة اللبنانية تقول للبنانيين أنه شهزت خطة الطوارئ في حال فصول أي حرب يعني إمكانياتها محدودة ولكن كتر خيرها يعني لعبتها عملوا لحد الأدنى ولكن غيرين نحن بهذا الوضع كمان شوين نزيد إمكانية 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 سد بعض الثغرات خاصة إنه فيه مدخول معين عمالي بفوت للدولة اللبنانية معونا له صار أربعمية خمسمائة مليون دولار من مدخوله المرفق والمطار بتمنى يستعملوا بالمكان الصح يعني كمان ما يروحوا هيك لأنه لأنه مبين أنه المصرف المركزي ما رح يعطيك شيء من الأحتياط فلذلك لازم تحافظ على مدخولك ولكن لك ما حدا مهتم يعني بالموضوع الداخلي اللبناني الناس راصة بمكان آخر الوضع الأمني الداخلي ما في شيء هذا المترابط بزول كل ما في شيء الجيش عب يشتغل ويعطيه العافي الأجهزة الأمنية عب يشتغل وما توقفوا عن الشغل وهذا مهم دعم الجيش مهم تأمين صمود الجيش مهم تأمين الدعم للجيش تأمين الأموال للجيش تأمين الأموال للعسكريين حتى إذا ما يعني شحدونا من بره بسيطة فينا نأمن نحن شوية مصاري عون للجيش بالأخير عاوضي يقولون أربع سنين يعني عالطرقات مرتاحوا ولا نهار وهلق كمان عندهم مهمات كبيرة كان بجنوب أو بغير الجنوب لازم نأمن استمرارية المؤسسة ديمومية المؤسسة واستمرارية هذا المرفق ما يصير فيه أي خلل عند أي استحقاق مقبل يعني الانقسام اللي صار أمام مشهد اللي صار بعوكر أنا مع التعبير السلمي ماني مع هذا التخريب اللي صار لا تخريب الصفرات ولا تخريب الأملاك العامة وردود الأفعال أنا بصراحة ضد هذا الموضوع يعني ضد التخريب وضد أي ردود عنصرية كمان على التخريب ولكن كمان يعني أملاك الناس يجب أن تحمى منه مكسر عصى أملاك الناس لا العامة ولا الخاصة فلذلك أنا ضد هذه المظاهر ضد مظاهر الفوضى مع التعبير السلمي مع التعبير السلمي والمسؤولية عند السياسيين في مسؤولية السياسيين يعني اليوم شوفنا مبارح رئيس طيال وطن الخر عمل جولة ترضو مفاجئة شوف شو بدو يطلع منا يعني لان سنشوف بقى ننطر تنشوف شو بيطلع منا كويس الحراك كويس يعني واحد يحرك كويس نقدر نعمل حد أدنى من التفاهم ع بعض الملفات الداخلية يعني هلق لأنه انتخاب الرئيس يعني هلق صار مؤجل إلى أمد بعيد حتى تنتهي يعني ترسى ترسي بالمنطقة على شيء مرت الماضي يعني بالحلقة قالت أنه إذا ما صار جد شيء ممكن على رأس سنة هلق يبدو هلق جد شيء كتير يعني ما حدا بيعرف أين تبقى تخلص الحرب الإسرائيلي عب يتحدث عن أشهر عن أشهر بتشوف كل المنطقة على صفيح ساخن الآن نعم والجبهة السورية ننهي فيها إلا خصوصية معينة ولا لا سوريا سوريا دمرت جزء مننا الحرب بالأخير وسوريا حتما حتما ستكون الساحة السورية جزء من الحرب إذا وقعت حرب في المنطقة ولكن يعني سوريا اليوم لا مؤسساتها تتحمل ولا وضعها ولكن أتمنى أنا بأي تسوي لا يمكن أن تنتهي هذه التسوي بدون تسوي على الوجود الأمريكي في سوريا الذي هو سبب كل الشرور الآن لأن إذا انسحبت أمريكا من شرق الفراط حلت كل مشكلة سوريا الاقتصادية حلت كل اياتها فلذلك أي تسوي مع الأمريكيين في المنطقة أتمنى من حلف المقاومة أن يأخذ بعين الاعتبار الوجود السوري في سوريا يجب انهاء هذا الوجود الأمريكي في سوريا والوجود الأمريكي في العراق لننهي مفعيل احتلال العراق نحن حتى الآن ما زلنا نعايش مفعيل احتلال العراق إذا أنهينا وفعيل احتلال العراق تبدأ المنطقة بالعودة للإستقرار أنا أراهم بأن هذه المعركة ستنتهي بتفاهم أمريكي إيراني على إدارة هذه المنطقة قد يكون لقوة أخرى دور في هذا الموضوع ولكن دور الأساسي الآن لأمريكي والإيراني الذين يتصارعون على ساحة فلسطين ترجمة نانسي قنقر